نعم سورة المعون أرأيت الذي يكذب بالدين الدين هنا معناه يوم الجزاء والحساب نعم نقول في سورة الفاتحة مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب بعضها من يكذب بهذا بالبعث والنسور والجزاء والحساب يكفر كفر أكبر فهو يكذب بالجزاء والحساب وكذلك تجد هذا يدفع اليتيم بقوة من هو اليتيم؟ هو من مات أبوه ولم يبلغ من مات أبوه ولم يبلغ فهذا لا يحسن إليه ثم لا ييتصدق أصرف ال chocolates ويجب الناس من الصدقه ويجب الناس من الصدقه اذا مثلا لا يجب الناس من الصدقه انا او لها المال اذا 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 الكثير من هذه الأشياء التكذيب بيوم الجزاء والإحسان عدم الإحسان إلى اليتامة الاسر تشجيع الناس على الصدقة على البذل على العطاء على الإنفاق نعم و هو لا يصلي يضيع السلاة و هو عن صلاته ساهلاء و هو عن صلاته ساهلاء أنه يعمل للآخرة و هو مرائي يريد مدح الناس فقط لا يعمل لله يصلي حتى يقل عنه مصلي و هو عن صلاته ساهلاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوم يصلي أو يستغفر و إذا لم يجد أحد لا يصلي ولا يستغفر ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرائي بإعماله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الآن جرت العادة عندنا على أن أخذ من الجيران مثلا أو من هذا الأخ قل له أعطني القلم هذا أمر جرت به العادة نعم أو أو مثلا هذا يأخذ من جيراني مثلا قدر حتى أطبخ فيه مثلا أو 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 لا يخسر شيء بل له أجر عند الله سبحانه وتعالى فلابد أن نحذر من هذه الصفات لا تقترب نفسك لابد أن تدرس هذه الصور تطبقها في حياتك هذه الصور القرآن يعني نعم منها قلنا التكذيب باليوم الآخر وعدم الإحسان إلى اليتامة البذل والتصدق وحث الناس على الصدقة هنا يوجد الناس على الصدقة وليس نعمل عن الصلاة بأي شيء مجرد ما تسمع النداء تترك كل شيء لله من ترك شيئا لله أعوذ الله خيرا منه تعمل لله ولا تعمل من أجل إرضاء الناس أو بدح الناس أمرنا الله إيش نشر الله الله أن رزانسي يش نشر ساكن الإنسان على الراضي بمك شن يرمنا وتبذل ما جرت العادة ببذله مثل القلب مثلا أو الإناء أو الأشياء التي جرتها العادة بها هناك رباسة تضح بها ما شكل أهدت من الشكل هناك شكل أهدت من الشكل نعم موسيقى